نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان تم نفي تلك الشائعة والتأكيد على أن الجرعة التنشطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور ثلاثة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية دون الحصول عليها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بينما يحصل عليها باقي فئات المواطنين لمرة واحدة فقط وذلك بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70% ترجمة نانسي قنقر